السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة لوبنا ماهير مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد ان شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي وفي ساحة جيدة فيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم فيه واحدة روتين او لوحة طلبية واحدة كوموند اللي جاتني في نهارها ومرفضتها والحمد لله ربي محشمني وكملتها في الوقت المناسب وخسرحتين كانوا طالبينها في واحد ساعة ورجعوا بغاوها في ساعة قبل من هذا الوقت اللي كنت ديرة معهم والحمد لله ولله الحمد اناني قدرت نخرجها في الوقت المناسب كانت من هذا الفيديو هذين الاعجاب ديالكم فيه واحد الفقاس اللي ما غدي شي بات يعني دي النهاره كيف ما كان قوله بستيطلعت بالحوت اللي غدي ينفعوكم ان شاء الله شهر رمضان الكريم بحول الله طريقة كيفاش خدمت وكذلك كيفاش نظمت وقتي كيفاش تعاملت مع هالطلبية هذي في نهارها والحمد لله قدرت اناني نخرجها في واحد الوقت واجيز كانت مني ان شاء الله هذي فيديو هذين الاعجاب ديالكم تشاركوه مع العائلة والاصدقاء باش تعمل الفائدة وباش تشجعونا كذلك وتحفزونا باش اننا نعطيه اكتر واكتر شكرا لكم دائما على التعليقات طيبة اللي كتخليوا لي وما تنسوناش من اللي لايك من باب تجيع كانتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشاركو وتفعلو زر الجرس باش تواصلوا دائما بجديد القناة اكيد لعجبكم محتوى منطوش عليكم مباشرة مع المقادير وطريقة تحضير فرجو ممتع اول حاجة هنا هذي يبدأ بها هو الفقاس هنا خدمت معكم عدة مرات ولكن هنشاركو معكم هنا يدرت اربعة ديال حبات ديال البيض اللي خديت منهم الاصفر لتزين كاس ديال السكر سنيدة عمر مزيان نصف كاس ديال زنجلان اول السمسم نصف كاس وافي مزيان اولا كاس الى ربع ديال لوز مع القاة كبيرة ديال النافع وهناي عندي واحد نصف كاس ديال البيسكويت ديال سبيكيلوس اولا اه اللي اه طحنته على هاد الشكل هادا قبيص هاد الملح وعندي معي لقا ديال الخميرة ديال حلوة وعندي الدقيق الابيض للخالي بنسبة لهاد الفقاس هادا فكن خدمه كامل كيف مما شفته معي بهالطريقة سبق لي وخدمته معكم فقط انني عوضت هاداك الكراميل بالنافع فتا هو كيجي ممتاز كان تحت الطالب وهناي اضفت شوية ديال دقيق وضفت الخميرة ديال الحلوة وبقيت كنجن في هاداك العاجين كنجمعه بلا ما نحاولو اننا ندلكوه حتى كيتجمع لنا على هاد القاوام هادا كيف ما كاتشوفوا معي قاوام لما يكونش قاسح بزاف باش ميتطرطقش لنا الفقاس في الفرار ونفس الوقت ما يكون شرطة بزاف باش مينزلوش لنا الحراب كنحاولو اننا ندخلو هادوك الحبات دياللوز مزيان في الحرابل وكنشكلو كيف ما كاتشوفوا معي العاجين تيتشكل بسهولة وهادوك الحرابل كيف ما كاتشوفوا كيبانو ممتاز والعاجينة كتسهل علينا الخدمة لانا كنخدمو كل شي مرحلة وحدة ما كنحتاجوش قاع نبقى ونديرو عدة مراحل فكندير المكونات كاملين وكنبدو نخلطوه هنا درس هاداك الاصفر ديال البيضاز تعلي واحد الكميه دياللقه وسريع الدوابان ومعي يلقى ديال الخل اللون كيبقى لكم الاختيار على حساب كل واحد واشنو كيبغي يدير لون خفيف او لا تقيل فكتتحكمو في الكميه ديال القهوة ديال اللي كتديرو او لا نيس كافي اللي كتديرو لكم دائما الاختيار هنا يا كندهن الحرابل مزيان مزيان كننحاول ان نندهنهم حتا هكا من جوانب باش ما كيبقاش يبان هادا كتديفو من جناب كي يطيونا واحد لمنظر رائع وبهذا يعني كنكونو بالنسبة لطياب ديال الفرانة البنات اللي كتسولوني علي بالزفرة كنحاول نشرح ليكم ما امكن بالنسبة الفقاس كيكون الفران بارد تماما البنات ماشي سخون من قبل وانما سيكون الفران بارد غا ندخل لي الفقاس اعلى مية واربعين دراجة غير من التحت حتا كي ينشف لينا تماما الفقاس وكنشعلو علي غي شوية من الفوق غي يتذهب واحد شوية وكنخرجوه هنا كيف ما شفتو معي راني شرطو هكا بالفرشت من بعد ما دخلتو الفرانة البنات وانا يا كان كنت في واحد سرعة اللي وجهت هاد شي ما بين الغضاء حتا الواحد الفطره ديال تقريبا اربعة ونص لخمسة لانني صراحة كان عندي الوقت شوية ضيق وكانوا بغاولا كومون ديالهم حتا السبعة وارجعوا طلبوها لي في الخمسة هنا الحوش وراني سبق لي وخدمتها معاكم عدة مرات درت واحد زلافة صغيرة عامرة ديال مادنوس ضفت عليها واحد عشرة ديال فصوص ديالتو محكوكين مزيان زوج حامضات مصيرين اولى مرقدين صغارين قطعين قطع رقيقة الملح على حسب الضوغ ما ننسوش عندنا الحامض هنا ايه واحد المعالقة صغيرة معا مراج ديال اللي بزار وعندنا كذلك صوص صوجة عندنا يعني عندنا الحامض مصير فكلهم مالحين هنا اضفت واحد المعالقة صغيرة ديال بابريكا حرة اولى سودانية اولى شوينية كل واحد وشكي يقوليها زوج معا القامرين مزيان ديال الفلفل حمراء اولى التحميرة وهنا عندي واحد زوج ديال عاصر ديال زوج حامضة تموين خضيت هادك العاصر ديالهم وغادي نزيد واحد الكمية ديال زيت زيتون غادي نضيف كذلك واحد الكمية ديال صوص صوجة كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي هنا هادي اللي شوية مركزة كيف ما كتشوفوا معايا نضيف واحد المعالقة وبالنسبة الى لاحتاجية نقدر نزيد شي معايا لكم دائما الاختيار لان هاد الكمية ماشي كثيرة بزاف بزاف سوف ينخلط الكل مزيان حتى يندمج دائما كنخدم معاكم هاد الحشوة لبنات وهنا عندي واحد الكمية ديال كروفات اللي مقشرة وهنا كنديرها على نار مجهدة من الضرورية لبنات ان تكون النار مجهدة ما تكونش النار ناقصة باش الكروفات ما يتقلصش الحجم دياله في نفس الوقت ما يطلقش لنا الماء وكي طيب بسرعة يعني را ما كيحتاش شوقت طويل غي شوية كي يسخن كنحيدو كندير هنا واحد الكمية ديال الكروفات او لا اعفوا الكالامار اللي كنضيف عليه كذلك واحد الكمية ديال الحشوة او لديال هاد الشرمولة هادي وكنجهد عليه حتى هو النار باش ما يقصح لنا وكيجي فتي البنات كيجي فتي 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 ممتاز جاهدوا النار وحاولوا انكم تديروا هكا في واحد المقلة اللي تكون ما كتلصقش وغير حركو تدي وجيبو شوية هو كي ياخد الوقت كتر شوية من الكروفات ولكن بسرعة تحيدو ما تطولوش لي الطيب اهنا اضفت كذلك الهبراء ممكن تديروا اي نوع ديال الهبراء كتخدمو به هنا اضفت عليه كذلك هاد الشرمولة وغدي نخليه الطيب هو كيحتاج واحد شوية ديال طياب لهذا كتشوفو شوية كتتحرق ديال الشرمولة غير ملفوق من جنب المقلة جهة الخاوية بهذا كنكون مسحتها بواحد الكارتة غير مسحتها ورجعت كنخدم فيها نفس هاد المقلة درت الحشوة اللي بقات ليا اولى الشرمولة اللي بقات ليا اضفت عليها شوية ديال صلصة ديال الكروفات المو الملحة ممكن تسلقها في المعادي وهنا كنخلط الحشوة كاملة مزيان 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 حتى كتبقى فوق المقلة حتى كتنشف تماما غنخليها تبرد غندوز هنا يا غندهن الورقة بالنسبة لهاد الورقة البنات انا خذيتها من لوكلير نصحتني بها واحد المتتبعة وكان نشكرها من هاد الممبر هادا صراحة زوينة هي فيها تمانية ديال الورقات قريبا ديرا شي اورو اربعين بصراحة عجباتني حسن من النوع هادك الباكية الخضراء اللي كنت كنستعمل قبل هنا كنحاول انني ندهنها فقط بالزيت حاولوا الى كانت الورقة شوية ها كاناش فبلا ما تديروا لي الزبدة لانك الزيت تنشف وهنايا غدي نخليوها مغطية بالبلاستيك وعندي هنايا الحوت اللي شرملت كامل الكروفات والهبراء وعندي الكالامارة لبنات الكالامار الصراحة هو غلايد بزاف شديد وحليته بالموس من الوسط كيف ما كتشوفو معايا بش ما يجيو نجدوك الحبات بزاف اغلاد وهنا عندي الهبراء اللي طايبة كيف ما كتشوفو معايا صافي غنخليهم على الجنب وهنا عندي هاد الشعرية الصينية اللي شرملنا غنخليهم على جنب يبردو وهنا عندي الفقاس اللي طابع للخاطر دياله 140 دراجة كيف ما كتليكم غير من التحت ومن بعد شعلت اللي من الفق حتى نشف مزيان ورجعتو يعني حطيتو منقابل مع الهواء يعني في واحد الجيهة اللي فيها الهواء بش يبردلينا تماما غطيتو بواحد الفوطة مزيان ما فزقتها ما حتى شي حاجة وخليته من بعد ما برد يعني بش يبردليا بسرعة لان الطلبية كانت مزروبة مزروبة وهنا يقف كيف ما كتشوفو معايا نحاولو اننا نقطعوه بواحد الزمك اللي يكون متوسط ما يكون شرقيق باش ما يعواش في الفران وما يتخطفش لنا في اللون دياله ويجينا محمر ممتاز حتى من الداخل دياله غادي نشعل عليه من الفوق ومن تحت الفران يكون سخون على 140 دراجة لاش مما طيبنا في البداية غادي نحمره باش كي يجينا واحد لون ذهابي ممتاز هنا عندي الورقة كيف ما كتشوفو معايا بعد ما خليتهم دهون بالزيت حتى قطعت الفقاس هنا غادي نعمر في الحشوة ديال البسيطلات ديالنا كيف ما كتشوفو معايا الورقة صراحة احسن من هذيك اللي كنت كنخدم بها هنا كندير شوية ديال شعرية صينية وكنضيف شوية ديال الهبراء طريفات كنضيف شوية ديال كالامار وحبات ديال الكروفات كنغطيهم بواحد شوية ديال شعرية صينية وكنبدأ نجمع بهالطريقة هذي كيف ما كتشوفو معايا كنرجع نعود لها اللفة بهالطريقة كنحط الظهر لتحت وكنرجع نجمع بهالطريقة ما يمكنش قطع من الورقة ديال البسطيلة من تحت حتى شي حاجة وخاك تجيم جموعة شوية بالتحت مما كنقدرش لان الورقة كتكون شوية ناشفة ماشي طريف حال ديال مغريب ديال الدار اه غيغة تقطعها غادي تحل كاملة ما غاديش تجيم قعدة صافيفة كنخدمها دائما بهالطريقة هذي كيف ما كتشوفو معايا كنحاول انا نجمع بهالطريقة كنحط ورقة اخرى وكنحط وسطها وسط الورقة هذيك الكورة اللولة وكنبدأ نشكل بهالطريقة هنكمل بهالطريقة حتى نسالي بالنسبة لهاد لكوموند البنات جاتني على غفلة وصراحة ما قدرت شنرجعهم وقبلت وتحديت راسي باش غادي نخدمهم بسرعة وخلف فقط كيف ما كتعارفو كاي بغيبات او بغي واحد الفترات طويلة لكوموند جاتني في الحضاش وراكم عارفين عندي مسؤولية عندي وليدات عندي وكل شي فحتزقيت المسائل ديالي وكل شي كانوا باغينها في السبعة دلاشية ارجعوا اطلبوها في الخمسة ديالالاشية اولا الربعونس فكان ضيق الوقت بززاف فاغير سربيت الغضاء ديالداري والحمد لله بديت فيها كيف ما شفتوا ما كنتش غا نصور معاكم لان شفتوا الفقاس انني حطيت المكونات كاملين وقلت علاش لما نشاركهاش معاهم مخا طلبية سريعة ومزروبة علاش لما نشارك معاكم مخا غير مختصر من الفيديو اولا من الوصفات اللي قدمت اهنا يا غادي نكمل بهالطريقة هادي عافتوا منك تكون البنات شي طالبية وسريعة وتكونوا ديرين مع الناس في شي وقت ويرجعوا يبغيوها في واحد الوقت قبل فصراحة واحد ضيق الوقت ولكن الحمد لله ولله الحمد فقاس ما باتش كيف ما شفتوا معايا قابلتوا مع واحد شوية ديال البالكون كي قدام الباب اللي حليتوا واحد شوية باستمتوا كين شوية البرد غطيتوا فوطان زيان وخليتوا برد ليا بسرعة الفقاس كيف ما شفتوا معايا البنات راه ما كيتفرتت مما كي وقع لي حتي شي حاجة لان خليتوا برد وعد قطعتوا كذلك حاولوا انكم تحتارموا الطياب ديال الفقاس لانه مهم بزاف بزاف اه 140 درجة في الطيبة اللولى وفي التحمار كذلك ندير لي 140 درجة هنا يراه مدخله كيتحمر وبديت كنوجد في البسيط لات ديالنا على هات الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا غدي نكمل بها الطريقة حتى مساعدة الكمية اللي عندي كاملة لان الناس كانوا بغوا بلاطو يعني فيه تقريبا شي تسعادية لحبات انا دايرة دايرة لابده غنديرو شوية كذلك زايد كيف ما كتشوفوا معايا هنا راكملت هذوك الحبات اللي غندير في اللاطا وهناي عندي الحشوة وراباقى عندي هنايا ستفتهم في اللاطا وخلط واحد الاصفر ديالبيضة مع واحد اللي معايا القادية للخل باش هكا ما تطردكش لينا الورقة في الفران البنات متشقق مت متهرس ما حتى شي حاجا وكي يعطينا واحد لمعان لهذا البسيط لات رائعين هندخلهم يطيبوا على نار مهي لمباد ما خرجت الفقاس من الفران فانا هندخل هاد البسيط لات كيف ما شوفوا معايا اراهم طابوا على الخاطر ديالهم خليتهم طابوا تماما اللى غاد نرجع الوقت اللى هاد البسيط لات الليل فانا هاد البسيط لاتіє收م ما شكلت هاد المبسيط لاتانين بينما cord 이번 تألوب الورقات اللي بقايير الو التي asked Blue هو مباشر very great ساقي نادخلهم كذلك بنفس الطريقة س Ottoman وهنا نوجد فقاس بدلا بشكل بسارة من الأماس سافي نوجد فقاسنا بالغادة Müslente نستفها في البويتات ديالها باش تمشي في سلام المواليها وبصحة ورحة لهم. اهنا الفقاس بعد ما برد تماما درت هنا يا فضل اللي بواتها هدو غادي نستفه. كيف ما كتشوفوا معي صراحة را كيجي واحد الفقاس رائع وكيجي ممتاز اللون دياله طريقة ديال طيابة البنات مهم الفقاس بزاف 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 ما تقطعوه شرقيق باش ما يعواش هكا في الفران وما يجيش مقوس كذلك. اه حاولوا انكم اه تعجنوا العجين كيف ما شفتو باختصار راهم بسهولة بسهولة يعني العجين كيجي نليين وما كيجي لا كيجبت لحتاج حاجة بسرعة كيوجد صراحة هنا يا كيف ما كتشوفو كان ست فوق في البوات لان الكمية ما كانوش محتاجين واحد الكمية اللي هي كثيرة. فالحمد لله كيجي واحد الفقاس رائع ممتاز السمك دياله ومحمر ملفقه من الداخل في لون موحد وكيجي نمقرمش وحشيش من نص الوقت كيجي صراحة رائع هنا يا عندي الكروفات اللي شحرتو بشوية ديال اشاب مونسيمة شوية ديال زيتون وشوية ديال الملح كيجي ممتاز صراحة هنا انتم البنات كيف ما كتشوفو الشعرات ديال الكروفات ما تقولوا الشعرات ديالشي حد باش ما تفهمونيش غالط رانيه زيتا وحيتها ولكن بنت ليا ايدي بقات مفيكسيات ما بغش حي اللي يبزز قلت غايقولو الناس ما ايش من دا بزات مما صافي قلت نوريها لكم مباشرة نيشانة غير شعر ديال الكروفات البنات هذا ما كان صافي بهذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو وكانت من هذا الفيديو يحفزكم ويشجعكم باش نودوا تخدموا تحركوا البنات فالخدمة عمرها مكان تعيب الله يسهل على كل وحدة فيكم يا ربي واللي يستر لكم الامور بهذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو ما تنسوش البارتاج بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وتشجعونا اننا نعطيه اكتر واكتر فلكم منذ اخا كانت سريعة ومزروبة جاتني في الحداش ديال نهار وجدتها صراحة في الخمسة ديال العشية واخا كانت مطلوبة على حساب السبعة فوجدتها قبل كيف من الناس بغاهم شوا فرحانين عجباتهم الخدمة ففرحوا الناس ربي غاي يفرحكم اكيد وديروا الخير تلقاوه اكيد فصراحة واحد الطلبية اللي كانت مزروبة بخصوص ان الفقاس ما غاديش يبات الحمد لله ولله الحمد كانت عندي سلعة كاملة في الدار يعني محتاجيش ان انا نخرج ولا نضيع الوقت فقط انني كملت شغالة ديال بيت ديالي وجدت الغداء ديالي وبديت فيها مع الوحدة والحمد لله كملتها في الوقت المناسب اللهم لك الحمد شكرا لكم على المتابعة ديالكم تعاليك طيبة لك تخليوا لي وقتا نشكركم حتى نعيام ما غاديش نوفي حقكم استودعكم الله الى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة